مرحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير على خير في صحة جيدة اليوم في هذا الفيديو سوف نقدم لكم جوج الوصفات جديدة ومبتكرة من مطبخي وناجحة مليون بالمئة بالنسبة للوصفة الأولى سوف نستعمل فيها القرعة الحمراء و الخيار كما تشوفوا معي هنا فأخذيت كمية من القرعة تقريبا هنا عندي 500 جرام من القرعة اللي غسلتها وتنزولها القشر ديالها طبيعة الحالة اللي اعجبكم في هذا الفيديو لا تساوينيش ملي لايك ديالكم تعليقاتكم وكذلك ما تساوينيش تابعوني على الانستغرام سوف نقوم بالرابط ديال صفحة ديالي أسفل هذا الفيديو والناس اللي يزوروا القناة لأول مرة لا تنسوا تشتركوا معي في القناة وتفعلوا الجرس بس تواصله بكل جديد من نسبة للقرعة بعدما غسلتها مزيان وضعتها في الطنجرة سوف نضيف لها واحد الكاس ديال الزبيب وغسلته مزيان نضيف الماء قريبا واحد نسيطره ديال الماء وغادي نسدع لها الطنجرة وغادي نضعها فوق النار كنخليها عشرة ديال بقيقة حتى تسلق وقنطفي عليها النار كنخليها حتى تبرد هنا بعدما بردت القرعة مع الزبيب هنا كيفما كتشوفوا معي خديت جوج خيارات اللي نقيتهم وزولت لهم زرعة ديالهم عندي بشر ليمونات حامضة وعندي ثلاثة ديال ليمونات بورتوقال أو الماندارين اللي احتوى مقشرتهم كنناخد جميع المكونات وغادي نوضعهم في خلاط كهربائي كنضيف بشر للحامض الليمون كنزولي ذوك القشيرات اللي كيكونوا فيه بطبيعة الحال كتحلوه إلا فيه العظيمات ولا شي حاجة كتحيدوه فأنا هاد الليمون مافيش العظيم تنزولي ذوك الخيوط اللي يكونوا فيه في الوسط ثم كناخد الخيار كنقطعوه والكمية اللي بنات ركت بقاء على حسب المتوفر غيرها دائما كننغلبو القرعة على الخيار مثلا هنا عندي نسكيلو ديال القرعات درشي مجودة للخيارات ثم غدي نضيف الماء اللي صفيته اللي كنسلقت فيه القرعة مع الزبيب كنضيفوه وكننصد الخلاط الكهربائي وكنتحن مزيان الخالط حتى نحصل على لوحة الخالط يكون متجانس كيف ما كتشوفوا معي بنات اللون ديالو كي يجي رائع جدا وكذلك لا تكستيوغ ديالو كيف ما راتشوفوا معي طبيعة الحال مشو ميلاجكم هكا تقيل ما عليكم إلا تضيفوا الماء أو لضيفوا عصير البرتقال فكي يجي هاد العصير البنات روعة روعة شي حاجة طوب ديال العصير أو العصائر فكي يجي رائع جدا وهذا هو وشكل ديال العصير بعد مما قدمناه فنتمنى هاد الفكرة هاد تنال إعجاب ديالكم وتنال إستحسان ديالكم فأنا دائما سنقلب لكم على الجديد وعلى الوصفات الجديدة والمبتكرة ولي كتكون ناجحة ودبا البنات غادي نمروا بش نوجدوا واحد واحد للكيك بحل البغاوني لكي تجي واعراجي غادي ناخد جوجي البيضات بسم الله نضيف واحد تلاسط المعالق ديال السكر سنيدة قبصة من الملح نسكات من الزيت كاس ديال الحليب وكننطرب المكونات كاملة مع بعضياتها فأسهل طريقة هادي نضيف واحد ما يعدل واحد مع العلقة صغيرة ديال الخل نضيف الدقيق نضيف كاس الاول والكاس الثاني جوجي ديال ساشي ديال بودرة الكاكاو كيس من الخميرة نضيف الكيموية من فئة سبعة جرام نضيف معلقة ديال بيكربونات وكننخل جميع مع بعضهم بالنسبة الكاس الثاني ديال الدقيق نقص منه واحد المعالقة فالكاس اللي هو اللي يكون مملوء والكاس الثاني نقص منه معلقة كبيرة اشتركوا في القناة نضيف حالي نضيف خليط نضيف حالي نضيف حالي نضيف حالي نضيف حالي نصف علبة من الشوكولات خاص بالحلويات نقطعها الى مربعات صغيرة كاملة نضيف حالي نضيف كيك نضيف الكيك و سن دخلو في خالت من بعد ناخد واحد اللاطة اللي قد دخل الفرن نرشب شوية دير الزيت ثم نفرش لها ورق بابي سلفوريزي نضع فيها الخليط ديالي وبالنسبة لها الكيك هادي فقد ندخلها الفرن بارد فحتى كندخلها الفرن قعد كنشعل عليها على درجة حرارة مئة واسبعين وكنخليها ثلاثين دقيقة بالتمام كتكون طابت ووجدات كما تشوفوا معي العجين نرى ماشي خفيف وماشي تقيل بزاف صوفيا غادي نقادها مزيان وكنقادها يعني الجوانيب وكل شي وكندخلها الفرن كيف ما كتشوفو بعد ما كنخبطها شوية كماش كنخرجوا من الهواء وقد ندخلها الطيب ونرجع معاكم الكيك ديالنا بعد ما طابت كتجي اكثر من رائعة كتجي خفيفة وكتجي زوينة بزاف كتجي المدق ديالها الديد هنا بقى ساخنة غادي نزلها في واحد شبكة كنزول لها الوراق ديال اللي فرشت لها وقد نخليها حتى كتبرد وكنقطعها الى مربعات لكتكون متساوية فلما كتبرد كنقطعها الى مربعات صغيرة وبنسبة لهد الكيك هادي فعطاتني 24 قطعة اللي من الحجم اللي هو متوسط هدي تشوفوه معايا بعد ما غادي نقطعها هدي تشوفو معايا الحجم اللي اعطاتني فانا حصلت على قطاع لها الشكل هادا فهنا زولت الجوانب باش هكا كنحصل على قطاع اللي كتكون مقادة وقد ننزلها فوحة الصحن ديال التقديم ونرجع معاكم باش نزينوا الكيك ديالنا او البراونيز ديالنا فهو كيجي مو يلو كتجي زوينة بزاف حالي لكتاكلوا البراونيز زوينة بزاف واقتصادية ما فيها الزبدة لقوة انواع ديال الشوكولة والنتيجة رائعة جدا انا اكيد البنات اللي جربتوها غادي تنال اعجاب ديالكم كم نرشب شوية ديال السكر سقيل وتنقدموها بصحة والراحة فانتمنى الوصفة اليوماتنا لإعجاب ديالكم وإلى عجباتكم والبنات مرة أخرى ما تتساونيش من لي لايك ديالكم ومن التعليقات ديالكم الجميلة والرائعة ولما سنكون وسنكلوا هارة تجيها كتدوب في الفم وذاك شوكولة سائل كما كتشوفوا معايا في الفيديو راكيبا ان الشوكولة سائل فيها وهذا هو شكل ديالها مبقى للبنات إلا نخليكم مع هات الصور وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر